السلام لبنات الغزالات كديرين لابسه ليكم كانت منها ان شاء الله تكونوا بخير على خير في احسن احوال اليوم او وصفة جديدة وغزالة بصراحة المكونات ديالو بسيطة بسف بسف كي يجي غزال ضغية كي يوجد وما تياخدش لنا واحد المدة اللي هي طويلة في تلاجة كي يجي رائع بدون جيلاتين يعني كي يجي غزال بسف بسف تمنها ان شاء الله تجربوه المادا قديلو اروح وكيفما كتشوفوا معاي هذا والشكل نيائي ديالو من بعد ما طاب من بعد ما قطعنا كي يجي غزال ان شاء الله تجربوه لان الاعجاب ديالكم الاان حاليا يعني الموسم ديال الليمون وقت هذا يمع عليش اللям Happ店 قد نجربوه ش يجي غزال بسف بسف كيفما اقلت ل Gun gì مكونات هنا بسيطه ولكن كي يجي رائع كي يجي مرمل كي يجي غزال ان شاء الله تجربوه يعجب وذاء بندوزLa Tährtنا svg غضير موسيقى ودبا البنات كيف ما قد شوفو محيا غادي اندوزو باش نحضرو يعني الطبقة ديال الكيك ديالنا يعني الطبقة الاولى تقدرو تستعملو بيسكوي ولكن البيسكوي انا ما كنستعملوش لانا تسكن في الزبدة وما تنبغيش يعني ناكل زبدة دائما صافي كان نفضل انا نصاب الكيك ولكن غادي نبغتاجي معاكم ان شاء الله يعني تشيز كيك ديالي اللي كان نصاب بالكريمه المهم كي يجي غزال مرة اخرى ان شاء الله هنبغتاجي معاكم كيتما كشوفو معايا حساجينا يعني في الوصفة ديال الطبقة ديال الكيك ديالنا جوج بيضات ستاد المعالق ديال الساندة حساجين فنضيف مصدد المعالق ديال الليمون و نضيف كيف ما كنشوفو معايا تقريبا من المعلقة كبيرة ديال القشور ديال الليمون و نضيف الدقيق حتى وستاء ديال المعالقة نضيف كذلك خمارة واحدة فقط لان الكيك ديالي ما بغيتوش يجيني طالع وغتي نستعملوه في موت زجاجي كيث ما شفتوا معايا بغيتو يجيني رقيق ويجيني خفيف يعني يجيني الحالة ديالي خفيف ورطي طب ويجيني مفشفش يعني نبني كل كنا ناكلو نتلدد ما بغيتش الكيك ديالي يعني طالعة لكيك ما كتعرفو يعني الكيك ناكلو الكيك اليومي دائما يجوا حاجة ازال لان يجيني يا الحلان الكيك يكون غير رقيق كيف ما شفتو معايا ؟ اضفت جوج بيضات استاد المعالق ديال ساندة استاد المعالقslززززززززززززززززززرا Свإلليمون نحاول تاوا فتحافوимся ورصوح ازال تناول كذا ما كتشوفو معايا بها الطريقة غادي نضيف قشور ديال ليمون سوف نضيف دقيق انا احتاج مني تقريبا كتر من ستادي المعالق انتم ستشوفوا معايا ولكن يحتاج مني فقط ستادي المعالق كي يبقى على حسب النوعية دقيق كيف ما تنعرفوا جميع الدقيق اللي كنكونو كنجيبو دائما لا بد من شي مرة كنمشي ونجيبوه كالقاو دقيق دا ما كينش احنا كنكونو يعني محتاج للدقيق كنجيبو نوعية اخرى صافي يعني دائما نحاولو يعني نردو البال بالنسبة للدقيق هنا اضفت خمارة كيف ما كتشوفوا معايا وقشور الليمون يعني عوضنا به الفاني كنحاول يعني نطرب الخالط ديالي مزيان يعني نحاول نطربه جيدا ومن بعد غدي نكمل يعني الدقيق ديالي هنا كنكون نكملت ستادي المعالق ديال دقيق تقريبا نقدر نحتاج شي حاجة ولكن هنا المعالقة البنات اللي درت كبار كيف ما كتشوفوا معايا يعني ومعمرين راه انا ما تقي يعني الدقيق الى ما كانش كيشرب ما نعمره لمعالق مزيان دقيق انا مجربة يعني في كيك عادي ما كيشربش دائما يعني الخالطة ديال الكيك يكفي اننا نعرفو غرف يعني نشوفو الكيك اللي كينجح لنا في اخر مرة باش كنعرفو القياس ديال ادينا ديال دقيق كيف شخص يكون الخالطة ديال الكيك وكنتبع علي وكيبقى دائما ان شاء الله كينجح هنا يخديت الموز زجاجي كيف ما شفتوا معايا غادي ندهنو بالزبدة وغادي نرشو بدقيق انا درت هنا واحد الغلاط اللي عملت هنا بانني درت الدقيق بالمعلقة وكيف ما تنعرفو جميع يعني الموز زجاجي ماشي ساهل باش اننا يعني نرشو داك الدقيق يعني نحيدوه منو حاولت اناني نوقف الفيديو حتى نحيدو نقص منو داك الدقيق انتو ما حاولو غير ترشو بشوية باش ما يلصقش لكم فقط هاد الغلاط هو اللي ما يعني محاولو ما تديروش كنتو غا تستعملو مو العادي ماشي مشكي را كترشو بدقيقو المو العادي را كتضر به يعني كتبقى كتحركي فيه بايدك تكيتسس منو الدقيق الموز زجاجي لا كيلصق فيه دقاق كيف ما شفتو معايا دقيق دقاق مبقاش بغي يتحرك مبقاش بغي يتململ وحاولت اناني كيف ما كتشوفو معايا اناني نحيد منو داك الدقيق دابا غادي نصب يعني الخالط ديالي في المول نحاول اناني نوزعو علي جميع يعني المناطق يعني هادو كاس لهم كاملين زوايا وغادي نديرو فران فران بارد منيق كنخشيف يعني المول ديالي في لنشعل الفرن ونجعله عفية مهيلة حتى يوجد لي ومن بعد فشغة يطيبا نقمونا وكيف ما تشيبوا معي البنات بغض يندوزوا لكنا نحضر الكريمة الاولى اللي كانحتاج فيها صدر الحليب كانحتاج فيها قشور ليمون تقريبا معلقة كانحتاج كذلك بيضاء وكانحتاج نشاء هنا الكريمة كنستعملها بالبيض كتجي بنينة بالسف ما بغيش نديرها كريم باتيسياخ كيف ما كتعرفوا جميع المطاق ديالها كيكون مهيمين هح produitsيبون côngعي أنا بغيت نبدة نوعا بتنشاء و بالبطيت هذا النشاء و كيف ما كتشفون معي و قشور الليمون الوصف في جوش المعالق كيف مكتشفوا معي جوش المحالقق ديالنشاء وبيضاء منصط المحليب و جوش المعالق ديال السندة و معلقة كبيرة ديالقشور ديالليمون في الصراحة كتجي رائعة بزفف�� اهموا كتجي غزالة دعمكن ش minutes وأحاول نخلط المكونات جيدا مع مزيان نضارهم فوق البطة وبنها نضامها فوق البطة نحاول نخلطها مزيان بعد effطلة إن نقوم بعمل شعبتu الأحضمة لا تحض pirate أيضا أنا أحد أن أصدق لهم الكريمة و لا ينقوم بأسف00 سأعرف إن نقوم بتمari كبيرا كبيرا إذا كنت نحضر لها المكونات البر source يجب أن يكون ملعقة الخشبية في تحضير الكريمة لأنها تسهل لنا الكريمة لتعقيد لنا سبحان الله الملعقة لتقوم باستخدامها يجب ان يحرك أمة الغربية لأننا نستعمل البيض وبنها توافل كريمة لكن كما تعرفون الكريمة لكتور الماداق كيك يكون بارد او الكريمة باردة لا يكون باردة او باردة كيك وuman يكون سخون وواحد يكون باردة او الحالة باردة كريمة كيك تشوفو عيلة و هذا هو الشكل النهائي هذه كيك تشوفو وهذا كيجي رقق كيجي غزال كيجي شيش كيجي مفشفش شفتم معايا يعني في الأول ديالا فيديو كيجي رائع بزا بزاف أتمنى إن شاء الله تجربوه هنا الإعجاب ديالكم الكيك ديالي بارد ولكن الكريمة كيف ما كتشوفوا معايا سخونة غادي نصبها وغادي نخليها يعني فوق سطح العمل حتى تبرد لي شوية يعني مايبقاش في هاد البخار من بعد غادي ناخدها وغادي نديرها في المجمد يعني في تلاجة ما كنديراش في المجمد ديال تلج كنديرها فقط غير فين كنديرو يعني الأكل ديالنا سوف نخليها تقريبا نصاعة من بعد نجبدها باش نبدا ما كنكون نحضرت يعني القريمة التانية وكنصبها فوق منها كتجي غزالة رائعة هنتو ما كتشوفو كتجي من السماب قشور ديال الليمون تمانا إن شاء الله ودابا البنات كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندوز باش نحضر الكريمة ديالي كنحتاج فيها نصطر الليمون وكنحتاج فيها كذلك نشا معلقة ديال نشا فقط وكنحتاج فيها واحد فلو فاني ديال نصطر يعني اللي كنا نعملوه في نصطر وسكار كيبقى على حسب الضوق أنا ما استعملتش سكار لأن فلو ديال فاني حلو وأنا ماشي من محبين الحلوة من بعد فاشغلط المكونات كيف ما كتشوفوا معايا اشغلت يعني العافية ودبا غادي ندوز يعني باش نبقى معها وكنحرك فيها حتى تعقاد لي تقو بيارة هاد غياكة تعقاد وضغياكة توجاد وكتجي بنينة بزف بزف يعني هاد الكيك ديال طباقات كيي جي بنين أنا معتامدة عندي وكنصابو دائما يعني في الوقت ديال الليمون يعني عندي وصافات بزف ديال الليمون شاء الله سنطقتا جيوم معاكم غير نسحكم بني ما كتصدقش لي الكريمة في حالي حتى أنا مثلا ما كتصدقش لي كتجي نيجارية بزف ستعملوا ملعقة خشبية راه ايفيكاس البنات بالنسبة للكريمة لكتخلي الكريمة كيف ما كتشوفوا معايا حتى كتوجد ومني كتوجد كن نجبد يعني المول ديالي من من تلاجة وكنصب فوق منه الكريمة كيف ما كتشوفوا معايا بصراحة كتجي غزالة وكتجي بنينة ومن بعد كندخل تلاجة كذلك كترسح من البيت فاش ما وجدت لي الكريمة لبنات كيف ما كتشوفوا معايا حاولوا يعني تصبوها بالقياس فوق المول أنا صبتها يعني يعني بغيت نخويها ولكن الكاسرول ديالي هبطت لي فوق من الكريمة كيف ما كتشوفوا ولسقط فيها سقطت لي يعني في الكاسرول مشي مشكل ما تديروش نفس الخطأ يعني حاولوا تهزو ايديكم للفوق الكريمة سقطت لي في الكاسرول مشي مشكل غنضخلها ده بالتلاجة وكيف ما كتشوفوا معايا البنات من بعد فاش حضرت الكريمة ديالي يعني وقديتها وضرتها في تلاجة تحت ده باكن جبت لمول ديالي اختياري كيف ما كتشوفوا معايا القصر السقطت لي فوق من الكريمة مشي مشكل تداركت يعني الموقف فانا غادي نزوقها باش يتخبه كل شي نمو منتو مايلا كانوا جايين عندكم ضياف او لاسميتو دائما نتابهو هاد يعني هاد الاحداث كتوقع ضروري في المطبخ هاد شي اللي كين التزيين البنات اختياري زوقوها باللي بغيتو انا هكا باش زوقتها بهاد هاد اسميتو ديال شوكلاة كيف ما كتشوفوا اسود ضرت الكوك وضرت شوكلاة ومن بعد غادي ندير هادو كل حبيبات اللي كان نزوقو بهم الصابلي بصراحة كانوا عندي في الالوان وما بقاش عندي بقى عندي غير هاد اللون وعلاش اللا ما نزوقش يعني به كيف ما كتعرفو جميع دائما نقضي باللي كان وبالموجود صافي يعني خدمتي بهاد الطريقة باش زوقتو بصراحة كيجي بنين كيجي لدي بزف وغزال بزف بزف وانتمنى ان شاء الله تجربوه وحتى لكوك يعني كيف ما تنعرفو جميع كيتواتل لنا مع الليمون انتمنى ان شاء الله تجربوه يعجب ويكون معتامد عندكم وما لا تنسونيش يعني بالبختاج بالاشتراك يعني بالتعاليق ديالكم كنشكر اي واحد دار فيه اتقا ودعمني وكنقول انا ما زال محتاجة يعني لتعم ديالكم يعني رمزال ما ساليتش ما زال حتى ما بديتش يعني بقى يعني ما شف منتصف الطريق ما شف الاخر ما شف الوسط يعني بقى كيف ما تنقولو على الحافة يعني كانتنا يعني تعم ديالكم يعني كنتظر فيه كيف ما كتشوفوا معايها هو كنصوروا لكم يعني من جميع الزوايا من الفوق من جناب من الوسط من كل شي يعني باش يبال لكم الحالة يعني هاد كايك طبقات يبال لكم الشكل دياله كيف كيجي كيجي من يضر غزال وزبين بثاف تقو بيارا ما محرقش كيف ما كتعرفوا جميع غير محمر ولكن مع الفلاش ديال الهاتف لا بالدام كي يعطينا واحد لكل اللغ اللي كي 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 زايد يعني هو يعني جميل هذا هو الشكل تاعه وكي حمر الوجه وما تياخدش نا واحد لوقت طويل يعني باش ياخد لنا يعني باش يتجمع لنا تلاجة ياخد لنا غير واحد لوقت لي وقليل بزاف هذا هو الشكل كيف ما كتشوف 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 نا بزاف و لدي دا كالقطاع و كالناكل يعني ما قدرتش نصبر لأنه يعني من يعني لكي الطبقات الباردي اللي كي يعجبني هو هذا ديال الليمون وخصوصا ما فيش لك خيم باتيسياخ كيف ما تعرفون ما دا ديال هي تكون مجهد بزاف بزاف كيف كامل يعني منسم بالليمون كيف ما كتشوف معايا الطبقة ديال ديال الحليب جات منسم بالليمون كيف ما كتشوف را الحبيبات ديال القشر ديال الليمون جاو مزوقين ها كتجي غزال لبناس كتجي رائعة بزاف بزاف وبنينا هذا وقت الليمون استغلوا الفرصة ويعني وجدوا